رأيك في تقدير قيادة عامة للظروف المعيشية المواطن بقرار إعادة إنتاج النفط هذا لا شك في ذلك لأنه رأى شعور المواطنين لما وصلوا إليه لك ربع لأمي للضي هو قدر ظروف الناس وطلع رجل وأعلنها بصريحة العبارة باسترجاع النفط هي خطوة كويسة طبعا عرفت وإن شاء الله شنو خطوة تقد فتحة خير على البلاد وإن شاء الله شنو تحصل أمور الاقتصادية عرفت وإن شاء الله تقد فتحة خير عرفت ونحن مع المشير إن شاء الله شنو كل يوم في تقدم عرفت ونحن معاه في أي رأي عرفت والله هنا رأي من أي رأي أي مواطن ليبي وإعدة النفط هذا حاجة ضررية لكل مواطن ليبي لكن يجب يكون على حسب الأصول التوزيع لجميع المناطق ما يكونش زي ما حصل في الفترة السابقة مجموعة مستفيدة مننا ومجموعة مش مستفيدة مننا والله يريد نحن بالبداية جمع أهل بنغازي بالصفة عامة نحن مفوضين مشير يمسك البلاد ويريح العباد أول حاجة نحن طلعنا مع الكرامة الزمان طلعنا على أساس نبقوا عيشة كويسة ونبقوا الدواعش أضوة يحلوا على البلاد يعني الموضوع كله نحن السياسيين وشيلوا حطوا وعديوا وكلام هضا ما عندناش فيه نحن نبقوا نعيشهم خلاص سات 9 سنين و40 سنة واشد بك فيفتحوا البترول ويخلونا نعيشوا